تسقيف أسعار المواد الأكثر استهلاكاً في السوق الوطني لضبط السوق هو ما تعمل عليه وزارة التجارة تبقى للقرارات التي تمخذ عنها الاجتماع الوزاري خاصة المواد الواسعة لاستهلاك كالقهوة ورغم أنها ليست من المواد الأساسية المدعمة تم اتخاذ قرار تدعيمها لتبقى في متناول المواطن بأسعار معقولة نبقى هذه السعر المرجعي أو تسقيف هذا السعر يبقى في متناول الجميع وذلك بالدولة أنها تتكفل بالفرق في السعر لأضيفة عالمياً لهذه المادة حتى لا تعرف هذه المادة ارتفاع جنوني أسباب الارتفاع المفرط لأسعار هذه المادة التي قفزت من 2.5 دولار للكيلوغرام الواحد إلى ما يقارب 7 دولارات مؤخراً راجع للمضاربة على مستوى السوق الدولية سيد رئيس الجمهورية ألح على أن المواد وسعة الاستهلاك يجب أن تكون دائماً في متناول المواطنين الجزائريين والمستهلكين اليوم مادة القهوة مثلاً على المستوى العالمي انتقلت من 2.5 دولار للكيلوغرام الواحد إلى ما يقارب 7 دولار في بعض الأحيان إذن فيه ارتفاع موذل في السوق العالمي وفي البورس العالمية لهذه المادة نخذينا قرارة على أن نخلي تسقيف سعر هذه المادة حتى تبقى في متناول الجميع تدعيم ومرافقة التجار المسوردين للبيع على الحالة وكذا المسوردين في إطار التحويل وتصنيع سيضمن تسقيف سعر هذه المادة الأكثر استهلاكاً للجزائريين